نبات البوتس المعروف ايضا باسم اللابلابي او قلب عبدالوهابي هو نبات زينة داخلي جميل ومتسلق وهو من اشهر نباتات الزينة المنزلية البوتس ينمو بدون ضوء شمس ويمكن زراعته في الماء بدون تربة مما يجعله من النباتات المائية المثالية نبات البوتس يستخدم في التنسيق الداخلي للمناطق المعتدلة ويعتبر من النباتات الدائمة الخضرة يمكن للبوتس ان يصل ارتفاعه الى اكثر من متر ونصف ويزدهر نموه في فصل الصيف اذا كنت تفكر في اضافة نباتات داخلية الى منزلك فنبات البوتس هو خيار رائع هل يمكن زراعة البوتس في الشرفة؟ بالطبع يمكنك زراعة نبات البوتس في الشرفة اليك بعض الخطوات لزراعته ازيل الورقة السفلية القريبة من الطرف المقطوع اغرسه في التربة بعمق ثلاثة الى اربعة سنتيمترات اسقيه قليلا بالماء ولا تفرط في ري التربة حافظي على رطوبة التربة وابتعدي عن اشعة الشمس المباشرة غذي النبات بسماد مناسب للنباتات المنزلية كل شهرين او ثلاثة اشهر اثنى عشر ما هي افضل طريقة للعناية بالبوتس؟ نبات البوتس المعروف ايضا باسم اللابلابي او قلب عبدالوهابي هو نبات زينة داخلي جميل ومتسلق اليك بعض النصائح للعناية به الاضاءة يحتاج البوتس الى ضوء ساطع غير مباشر في الصيف ويمكن ان يتحمل الاضاءة المنخفضة في الشتاء يمكن وضعه في اماكن متوسطة الاضاءة مثل غرف الجلوس وغرف النوم التربة استخدم خليط تأصيص جيد التهوية يمكن اضافة البيراليت لتحسين تهوية التربة وتجنب تعفن الجذور الري اسقي النبات عند جفاف سطح التربة يفضل ريه بانتظام في فصل الصيف وتقليل التردد في الشتاء درجة الحرارة والرطوبة حافظ على درجة حرارة تتراوح بين ثمانية عشر وثلاثون درجة مئوية يمكن ان يتحمل انخفاض درجة الحرارة حتى عشر درجات مئوية التسميد استخدم سماد غير عضو قابل للذوبان في الماء مرة كل اثنان الى ثلاثة اشهر تجنب تسميده في فصل الشتاء باستمرار العناية بهذا النباتي ستستمتع بجماله الخضري داخل منزلك هل يمكن زراعته في الحديقة؟ نعم يمكن زراعة نبات البوتس في الحديقة اذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ معتدل يمكن ان يكون نبات البوتس اضافة جميلة الى حديقتك تأكد من توفير الاضاءة المناسبة والتربة الجيدة والرعاية المناسبة له اشتركوا في القناة